أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غثى نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للأسرا فذكره النفعة الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّ إِلْمُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْ قُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهُ وَرَتِّلِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ يَاشَدُ وَطْوَا وَأَقْوَ مُقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَبِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا رُسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا رُسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم أمين الذين آمنوا عملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما تمذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعا فاجعله غثى نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك للأسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها لا يحيا قد أفلح ما تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَدِّهِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِهِ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَبِيلًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ربُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إننا رسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما رسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يوم إذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ترجمة نانسي قنقر